منذ تولي سرجو ديميلو حتى جينين بلاس خارت عشرون عاماً مرت على عمل البعثة الأممية في العراق يطالب اليوم السوداني قوترش بإنهاء مهمة البعثة هل آن الأوان فعلياً لمغادرة البعثة العراق؟ شكراً لكم بداية كان وجود البعثة حسب ما يشار إليه بطلب من الحكومة العراقية في منتصف آب 2003 وحقيقة لم تكن هناك حكومة عراقية ممثلة للشعب العراقي بكامل أطيافه بل كانت هناك سلطة سميت مجلس الحكوم واستمرت هذه السلطة ومعها بعثة الأمم المتحدة وكان الطلب حسب قرار مجلس الأمن 1500 هو حقيقة طلب أمريكي قبل أن يكون طلب عراقي بأن تكون هناك بعثة للأمم المتحدة في العراق وحقيقة قد بذلت جهد كبير لا ينكر وكان أهم لدى هذه البعثة هو أن يكون هناك توافق سياسي في العراق ومن ثم إنجاز الدستور العراقي ليحكم البلاد ولكن الأحداث التي تتالت من صراعات طائفية ومن صراعات إثنية وصراعات أخرى داخل العراق تطلبت بقاء بعثة الأمم المتحدة خاصة وأن هناك تهديدات كبيرة كانت على العراق سواء من دول معينة أو من داخل العراق نفسها استمر عمل البحثة بالتمديد بين فترة وأخرى إلى آخر تمديد حسب قرار 2631 وثلاثين لعام 2023 للتمديد إلى نهاية هذا الشهر أيار 2024 متطلبات عمل البحثة تقريبا انتهت أولا هناك استقرار هناك انتخابات هناك حكومة منتخبة القضية الأهم كانت هي الصراعات السياسية بين الكتل السياسية والأحزاب الموجودة التي غالبا ما تتمثل في الانتخابات حقيقة كان مبدأ التوافقية بين الأحزاب السياسية هو جزء من الحل بحيث لم تكن بعثة الأمم المتحدة فاعلة في هذا الموضوع بل كانت المصالح بين الكتل السياسية هي الفاعلة والتي عادة ما تنتج حكومة وتنتج برلمان وتنتج رئاسة جمهورية ومناصب أخرى لذلك حقيقة مع استقرار اقتصادي مع انتهاء الحرب الطائفية مع انتهاء داعش أصبحت بحثة الأمم المتحدة غير فاعلة في العراق اشتركوا في القناة